موسيقى حلقة جديدة من سوريا اليوم أهلا بكم أهمل النظام والروس المهلة التركية التي وضعت لهم لم ينسحبوا إلى حدود سوتي بل تمددوا داخلها أكثر لم يقتصر قصفهم على المدنيين وفصائل المعارضة بل شمل الجنود الأتراك مرات ومرات حتى مساء الأمس حيث كانت الضربة صادمة 33 قتيلا و36 جريحا من الجيش التركي في إدلب عاجل عجل من سخونة المشهد قبل انتهاء المهلة بساعات اجتماعات تركية روسية وصدتها مات متبادلة قصف تركي على عشرات مواقع النظام طلب تركي للنيتو بفرض حظر جويا في إدلب ودعوات من قبل واشنطن للدعم بعيدا عن الكلام الورقة التي أشهرتها تركيا خلال هذا الحراك اللاجئون فيها فتحت لهم حدود البر والبحر باتجاه أوروبا صورة ترعب الاتحاد الأوروبي وتهدد بانهيار الاتفاق الموقع بين أنقرة والأوروبيين عام 2016 إن لم يقدم النيتو ما تريده تركيا بعد أن بات خيارها الوحيد هو الحرق ترجمة نانسي قنقر إذن شاهدت الساعة الأخيرة تطورات متسارعة في ملف إدلب سياسيا وميدانيا حيث قتل 33 عنصرا من الجيش التركي وأصيب 36 آخرون بقصف جويا للنظام ودفعت الضربة التي تعتبر الكبرى منذ الانتشار التركي في شمال غربي سوريا دفعت أنقرة للتحرك دوليا عبر اتصالات مع حلف النيتو والولايات المتحدة اتطالبت بفرض منطقة حظر جوي كما وفتحت الحدود أمام اللاجئين في تركيا للتوجه إلى أوروبا تفاصيل أكثر في هذا التقرير هل هذا هو الوقت المناسب لإيجاد حل سياسي أم إنه الوقت الأنسب للحسم العسكري قد تدور الحروب في مجال السياسة وقد تكون مشاهدها الأخيرة فقط هي التي تنتقل إلى ميادين القتال على مسافة ساعات من انتهاء مهلة التاسع والعشرين من شباط الحالي تسارعت التطورات إلى أقصاها وتلقت تركيا ضربة عسكرية موجعة راح ضحيتها 33 جنديا تركيا على الأقل في بلدة بايلون في ريف إدلب وما بين الميدان والسياسة تحاول أنقر الحصول على دعم عسكري وسياسي من الحلثاء في حلف النيتو الذي أنهى اجتماع طارئا في مقره ببروكسل بناء على طلب تركي إلا أن تلبية النيتو لهذا الاجتماع الطارئ ما زال مقتصرا على الدعم المعنوي والتنديد والشجب وقال أمينه العام إن الحلف يدرس إمكانية فعل المزيد من أجل تركيا ندعو روسيا والنظام إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لأننا رأينا قصف أهداف مدنية وشهدنا معاناة إنسانية متزايدة وأجبر مئات الألاف من الناس على مغادرة منازلهم لا يبدو أن هامش الاتكاء على تصريحات النيتو متسعا ورحبا بالنسبة للأتراك كما لا تبدو أن التصريحات الأمريكية الإيجابية فيها هامش من الاتكاء التركي عليها وخاصة في ظل امتناع واشنطن عن منح تركيا لنشر منظومات باتريوت على طول حدودها بالرغم من ضيق المخارج السياسية المتاحة وتضاؤلها لكن الحركة الدبلوماسية مزال قائما بين أنقرة وموسكو حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيسين أجريا محادثات هاتفية وبحثات تطبيق الاتفاقات المتعلقة بإدلب كان اللقاء بين الرجلين مستبعدا ولكن تسارع وثيرة الأحداث الدراماتيكية جعل من هذا اللقاء ممكنا وقد يكون في أقرب وقت وبالأخص بعد فشل المفاوضات بين الجانب التركي والروسي لتنتقل هذه المفاوضات العسيرة إلى بوتين وأردوغان هناك الكثير من المواقف الغربية المساندة لتركيا وهناك الكثير من المواقف الأمريكية المعززة للموقف التركي لكن حزمة هذه المواقف لن تشكل فعلا حقيقيا على الأرض وفي الميدان ليبقى الموقف التركي العسكري أكثر صعوبة لناحية خوض المواجهة وتوسيع رقعة التصعيد وفي ظل انتهاء المهلة الممنوحة والضربة التي تلقتها تركيا سيكون أمامها تكريس نهاية الاتفاقيات مع روسيا أو تكريس بناء اتفاقيات أخرى بناء على ما تملكه من أوراق وهل تملك تركيا فعليا أفقة بالورقة الأمريكية وورقة النيتو ماذا تبقى من هوامش المناورة لدى تركيا إنه السؤال المباشر في اللحظات المباشرة الضيقة روسيا وتركيا أمام زمن الحلول النهائية أو أمام مفترق طرق نهائية لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلي في أستوديو أستاذ العلاقات الدولية دكتور سامير صالحة ومعنا عبر الأقمار الصناعية من عمان اللواء فايز الدويري المحلل والخبير العسكري وينضم إلينا عبر سكايب من الداخل من ريف إدلب الناشط السياسي عبد الكريم عمر أرحب بكم جميعا وأبدأ معك عبد الكريم عمر لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية والمواجهات التي حدثت اليوم نعم مساء الخير لك ولضيوف الكرام والأخوة المشاهدين طبعا اليوم تعرضت يعني بعدد من مدن وبلدات ريف إدلب لقصف من قبل قوات النظام استهدف الطيران الحرب بمدينة سراقي بما أدى الاستشهاد رأس المدنيين النظام استطاع السيطرة على عدة بلدات في ريف جسر الشغور وبات على مقربة من أول بلدة تقريبا يعني هي اسمه زيادية في ريف الجسر اشتباكات تجري على محاور سراقب بين قوات على محاور منطقة سراقب بين السوار وبين قوات النظام السوري تزال عدد كما ذكرت من البلدات ومن المدن تتعرض لقصف الطيران الحربي الروسي وطيران قوات الاحتلال الروسي والقصف المدفعي استمرار حركة النزوح حتى اللحظة تزال مستمرة من عدد من المدن والبلدات التي تتعرض للقصف باتجاه الحدود السورية التركية طبعا الكل منذ ليلة الأمس بعد استشهاد الجنود الأتراك عند تعرضهم لقصف في أحد المواقع في جبل الزاوية الكل يتابع منذ ليلة الأمس في الداخل ماذا عن الطرف الآخر عبد الكريم يعني ما الذي حدث من تحركات تركيا لسيما أن المهلة التركية تنفذ ما الذي قامت به تركيا اليوم من تحركات من قصف من غير ذلك منذ قليل قامت القوات التركية بقصف معسكر جورين بصواريخ أرض أرض كذلك عدد من الطيران المسير لقوات التركية استهدف أرتال لقوات النظام وبعض المواقع التابعة له في محافظة أدلب كذلك استخدم الطيران الـ F-16 قام بقصف لقوات النظام من داخل الحدود التركية حتى صفحات النظام السوري أكدت ذلك فعليا يعني هذا خبار مغكد لأنه كان مختلفا عليه استخدام الـ F-16 اليوم ما كان مؤكدا هو الطائرات المسيرة عبد الكريم نعم طائرات مسيرة لكن صفحات النظام السوري فعليا أكدت أن تركيا قامت بقصف لمواقع النظام من قبل طيران الـ F-16 من داخل الحدود السورية من الرحانية غالبا نعم حتى بلد الجورين أو معسكر جورين تابع لقوات النظام تقصف منذ أقل من ساعة بصواريخ أرض أرض من داخل هل هناك معلومات دقيقة حول أعداد القتلى في صفوف النظام يعني لأنه ليس هناك مصادر اتفقت على رقم معين هل سمعتم على الأرض بعض الأرقام التي قد تكون مؤكدة لا توجد أرقام مؤكدة ما ذكره وزير الدفاع التركي عن تحييد عدد من المواقع وتدمير الدبابات والمدفعية ومقتل عدد من جنود النظام لكن أحصائية نهائية لعدد قتلى النظام فعليا غير موجودة حتى اللحظة لكن يعني منذ الأمس كما ذكرت الكل في الداخل يعني يراقب طيب ويتام يعني نقطة أخيرة أريدها منك عبد الكريم في هذا السياق هل كان هناك استهداف اليوم لقوات تركية من جديد يعني يبدو أن هناك نقطتين قد تعرضتا لمحاولة استهداف هل كان ذلك عمدا هل كان هناك خسائر داخلهما نعم تم قصف النقطة التركية داخل مدينة بنش من قبل قوات النظام السوري وأعتقد أن هناك قصف لنقطة أخرى طبعا القصف للنقاط التركية متعمد النقاط موجودة ومعروف تماما أماكن تواجدها هي أساسا لا تتحرك يعني هي ليست رطل تتحرك على طريق إنما هي معروف نقاط تواجدة في كل داخل أدلب وبالتالي القصف عندما تعرض على سبيل المسال النقاط التركية في مطار تفتنازل القصف النظام السوري وروسيا يعلمون تماما أن داخل المطار هناك قوة عسكرية تركية وبالتالي القصف على تلك النقاط هو قصف مقصود كان من قبل النظام أو من قبل حتى لو كان النظام النظام لا يستطيع فعليا أن يقصف أي نقطة تركية دون إذن وأمر روسيا ابقى معي عبد الكريم عمر يعني بهذه المعلومات أعود إليك دكتور صالحة يعني يبدو أن تصعيد مستمر من طرف روسيا هناك عودة اليوم لاستهداف قوات تركية في نقطتين في دارة عزة وفي نقطة أخرى في ريف إدلب الشرقي على ماذا تراهن روسيا خلال هذه الساعات؟ مسأل خير الجميع أولا يعني يبدو أن روسيا أيضا متمسكة بمواقفها يعني فيه الآن تصعيد تركيا خصوصا بعد اعتداء الأمس والآن وقوف أوروبي واضح إلى جانب تركيا وتحضير لاجتماع مجلس الأمن كما تعرفين بعد ساعات أظن يعني الآن في قلق روسي من أنه هذا الاصطفاف الدولي الجديد قد يحاصر موسكو أكثر فأكثر باتجاه تقديم تنازلات وتغيير سياستها ليس فقط في موضوع إدليب بل في الملف السوري ككل يعني الآن إلى جانب النقاط التي كنا نتحدث عنها أنا وأنت باستمرار في أسباب التباعد التركي الروسي يبدو أنه فيه إضافات جديدة الآن من الجانب التركي؟ من الجانب التركي في الشروط يعني يعني تحاول أنقر فرض شروط جديدة غير المنطقة الآمنة حتى لو أسميها شروط مطالب مربما مثلا مطلب تركي أساسي أنا كما فهمت قبل قليل قبل الدخول إلى استوديو أنه إصرار تركي على إجراء تحقيق شفاف في أسباب وخلفيات الاعتداء الذي نفذ ضد القوات التركية الدور الروسي في هذا الاعتداء لأنه موسكو تقول أنه هي خارج يعني أنه موسكو قدمت تبريراتها في تصريحات واضحة بين القوات التركية تختلط مع قوات إرهابية أو أنهم لا يعطون معلومات دخلاتها موسكو تقول أنه هي خارج المشاركة الفعلية في هذه العملية وعننا في الداخل التركي أكثر من موقف سياسي استخباراتي أمني يقول أنه هذه العملية لم تكن تتم حتى ميدانيا دون إشراف وتنصيق وتواجد روسي مباشر فيها لذلك الآن في مطلب تركي أضيف برأيي من حلاب المتابعة طبعا لكن أي شروط اليوم تتحدث عنها أنقرة هل يمكن فرضها بدون موقف غربي؟ الشروط كما تتذكرين أكثر من مادة تحدثتنا عن ضرورة وقف إطلاق نار شامل حقيقي على الأرض منطقة آمنة قلناها أكثر من مرة تريدها وتصر عليها أنقرة موضوع حظر الطيران الجوي في منطقة إدلب يعني هذه الشروط البرائية كلها الآن يضاف إليها هذه النقطة لكن في عنا أيضا مسألة جديدة أنقرة في موضوع اللجوء الآن نقاش أوروبي جديد موضوع فتح محاولة على كلها سأذهب لهذه النقطة بالذات بتفصيل أكثر لكن يعني العودة إلى قصف النقاط ألا يفصح عن أن موسكو تراهن على خوف تركيا أو تراجع تركيا عن خيار عملية عسكرية في إدلب حتى الآن العكس هو صحيح برأيي الآن أنقرة على ضوء المواقف والتصريحات التي سمعناها سواء كان من القيادات السياسية التركية أو هذا الدعم الأوروبي الفرنسي الألماني يعني فرنسا مثلا تحديدا كان عنا مفاجأة كبيرة في الموقف الفرنسي في الساعات الأخيرة رغم كل التباعد التركي الفرنسي حتى الملف السوري تحديدا كان في تباعد عمليات نبع السلام على رأس هذه الخلافة نعم والآن نرى فرنسا تدعم وأظن أن تحت سقف مجلس الأمن بعد قليل سنتابع هذه المواقف الأوروبية ما الذي استقوله هذه العواصم الأوروبية إلى روسيا الآن في نقطة برأيي أيضا تحتاج إلى متابعة عن كورب هي أنه في المرحلة المقبلة عند انتهاء هذه المهلة التي وضعتها أنقرة ما الذي سيجري؟ اليوم كان في اجتماع أنقرة استمر حوالي ساعتين اجتماع التركيا الروسي اجتماع الرابع كما تعرفين ويبدو أن الوفد غادر هذا ما أفسحت عنه المصادر التركية ولم يكن هناك تصريح لافت بعد الاجتماع الآن أنقرة كررت مواقفها وكررت أنها تتمسك بهذه المواقف إذن هي تنتظر ردا من الطرف الآخر تنتظر ربما القمة الثنائية التركية الروسية بشكل عاجل لكن علينا أنا وأنت أن نتابع في الساعة المقبلة لمن ستكون الأولوية يعني تسرع في قمة ثنائية تركية روسية أم انتهاء المهولة للإنذار التي أعطتها أنقرة والبدء بعمليتها العسكرية الواسعة ضد قوات النظام من هذه النقطة وإمكانات العملية العسكرية لواء دويري وبالنظر إلى التكتيكات العسكرية التي تبعتها أمس تركيا في قصف النظام ما هي الخيارات العسكرية اليوم؟ لسيما إن كان هناك استبعاد لإمكانية تدخل النيتو بشكل أو بآخر يعني النيتو حتى هذه اللحظة لم يمصح عن موقف جاد كما أشرتي يعني الموقف النيتو هو مرتهن للموقف الأمريكي وآخر تصريح دعينا من التصريحات السياسية آخر رد على الطلب التركي بتزويده بطاريات باتريوت كان الجواب سلبي رغم عدم الفاعلية العالية دعينا أكون أكثر تحديدا لمنظومة الباتريوت أنا أعتقد أن الطلب التركي بمنظومة الباتريوت ليس من أجل حماية القوات التركية بصورة رئيسية ولكن هو رسالة إلى موسكو بأن حلف النيتو أصبح عضو غير مباشر في الصراع الدائر في إدلب لأن هذه الأطقم سيتم تشغيلها من قبل جنود ليسوا أتراك عندما ترسل من هولندا بطارية باتريوت ترسل مع أطقمها أو سواء من أمريكا إلى غير ذلك فبالتالي يصبح النيتو لاعب في القضية وتكون المواجهة الأولى ربما مع روسيا تكون المواجهة الأولى للحلف مع روسيا بشكل مباشر لا هي يعني حتى إذا تم الموافقة على إرسال بطاريات الباتريوت هي ستبقى حضورها رسالة سياسية سيبقى حضورها رسالة سياسية الآن روسيا ليس لديها طرف الوقت بعد العقوبات الاقتصادية في قضية الجاسوس وقضية أوكرينيا والقرم أن يتم فرض عقوبات إضافية عليها من دول الاتحاد الأوروبي ومن دول حلف النيتو وتحديدا أمريكا وبالتالي أنا أقول أن بطاريات الباتريوتية رسالة سياسية أكثر منها حاجة عملياتية لماذا؟ لأن لدى تركيا منظومات دفاع جوي تصنيع محلي بغض النظر عن مدى كفاءتها ومقارناتها على سبيل المثال S400 غير فاعلة أو لم تعمل بعد عندها منظومة حصار بمدايات الثلاثة هذه المنظومات قادرة على صناعة منطقة آمنة لواء دويري بدون اللجوء إلى النيتو يعني اليوم هي تحتاج موقف النيتو كغطاء سياسي لإنشاء المنطقة الآمنة وليس كحاجة عسكرية حقيقية يا سيدتي يوجد ثلاث منظومات ويمكن ضيفك في الستوديو الدكتور يعرف ذلك توجد منظومة حصار زيرو وهي منظومة بدأت فاعليتها منذ 2020 وهي موجودة وفاعلة يمكن الجيل الثالث منها لمدى 40 كم لم يفعل يوجد لديها منظومتين للمدايات الواطية وهي التقليد أو نسخة عن المانباد الأمريكي هذه المنظومات لو كانت موجودة ومفعلة حقيقة أعتقد ستحيد الطائرات ولكن لا يزال تركيا تعيش هاجس إسقاط الطائرة الروسية قبل عدة سنوات والذي أدى إلى ما أدى وأفضى إلى ما أفضى وبالتالي لأنه الآن من الصعوبة التمييز ما بين الطائرات السخوي السورية والروسية وتخشى تركيا من إسقاط الطائرة الروسية يعني هذه النقطة التي تمنعها من استخدامها وتطبيق حضر طيران فوق المناطق التي تريدها أنا أرى أن النقطة التي تمنع تركيا من استخدام منظومات الدفاع الجوي المصنحة تركيا بالتعاون مع الشركات الأجنبية هي الخوف من إسقاط طائرة روسية هذا التردد التركي هو الذي أفضى إلى ما تواجهه الآن روسيا لا تزال تشعر بأنها اليد العليا روسيا لا تزال تضغط باتجاه حافة الهاوية وتركيا تلقت الصدمات على مدى سنوات من روسيا ولكن أعتقد كان على تركيا أن تعتمد سياسة حافة الهاوية لتقابل على الغطرس والفوقية الروسية لأن روسيا ستتراجع إذا ما أسرت تركيا هل يمكن الآن لتركيا أخذ زمام المبادرة؟ يعني بعدما حدث الآن نعم يعني لا سيما الموقف الذي باتت تركيا أمامه الآن بأن هناك ضرب بهيبة الجنش التركي هكذا يرى الشرع التركي يا سيدتي دعيني أضرب لك مثالا وقد أتفق معي ضيفك الكريم إحنا أمامنا 28 ساعة لانتهاء مهلة الرئيس أردوغان 28 ساعة بالضبط أو 27 ساعة و30 دقيقة إذا ما شنت تركيا العملية روسيا لن تجرؤ على مهاجمة الجيش التركي بصورة مفتوحة ستقوم بتنفيذ ضربات محدودة بحجة أن قوات النظام هي التي ستعمل إذا ما دخلت الطائرات لا يا سيدتي لا تركيا حتى هذه اللحظة لم ترمي بثقلها يوجد الآن أكثر من عشرة آلاف مقاتل الجيش التركي هو رقم اثنين في النيتو تركيا لديها سلاح جو فاعل لو استخدمت سلاحها الجوي على حدود التماس والحدود السياسية كما جرى اليوم في جورين قبل عدة ساعات لكان الموقف تغير لو أرسلت طائرات الدرون طائرات الدرون لتسقطها روسيا لو أرسلت طائرات الدرون ولديها طائرات درون مسلحة تستطيع أن تسارد العمليات وتستطيع أن تعمل الكثير ألم يجلس تجدام هذه الطائرات المسيرة اليوم لو أدويري في الردود التي قامت بها تركيا بصورة محدودة بصورة محدودة لديها نظام التشويش لو فعلته منذ قبل معرض النعمان لدى تركيا لا تزال إمكانات كاملة لم تستخدمها بعد لأنها لا ترغب لا ترغب نعم الرغبة الخوف من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لأن روسيا تعتمد سياسة حافة الهاوي وتركيا حذرة في الرد على التصرفات الروسية نعم فقد نتوقف عن تصريحات لافروف اليوم ماذا كان يقول لا يزال يتحدث يعني الإعلام الروسي والحديث السياسي الروسي لا يزال ممجوج لا يزال يتحدث عن جماعات إرهابية ووجود الجيش التركي داخل الجماعات الإرهاب حديث الكل يرفض ونعلم أنه غير صحيح لكن على تركيا أن تعتمد نعم سأعود إليك لواء أدواري عذرني على المقاطعة ينضم إلينا الآن سيد مصطفى توصى العلامي والمحلل السياسي عبر الأقمار الصناعية من فاريس ورحب بك سيد مصطفى وأود أن توضح لنا المواقف الأوروبية المتوقعة الآن والتي بدأ بشرحها دكتور صالحة منذ قليل هل تعتقد أنه ما زال بإمكان الدول الأوروبية الفعل هل هي قادرة على الضغط على روسيا يعني إذا كانت اليوم أوروبا قادرة على الضغط على تركيا هل هي قادرة على التأثير على الروس أيضا من أجل تغيير مواقفهم في سوريا نعم كل المؤشرات التي صدرت هذا المساء من العواصم الأوروبية وعلى رأسها باريس تدعو فرقاء هذه الأزمة إلى خفض حدة التوتر لا ننسى بأن كان هناك نص نشر في صحيفة لوموند الفرنسية منذ عدة أيام وقعه أكثر من 14 وزير خارجية دول أوروبية عنوانه الأساسي أن محاربة الإرهاب والمجموعات الإرهابية لا تبرر بثاثا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني لأن أوروبا لا ترى في هذا الصراع بين سوريا وتركيا إلا كارثة الإنسانية قد تأتيها تداعياتها وارتداداتها في المستقبل اليوم دول الالتحاد الأوروبي تجد نفسها في موقف حرج فهي تقيم علاقات نفور مع النظام التركي ولا تريد أن تقف إلى جانب النظام السوري لا ننسى بأن هناك خلافات داخل المنظومة الأطلسية في إدارة الأزمة الليبية في إدارة قضية النفط والغاز في الشرق المتوسط هناك خلافات قوية وسياسية بين دول الالتحاد الأوروبي وبين تركيا وطيب أردوغان وبالرغم من ذلك صدر اليوم رسالة واضحة من وزارة الخارجية الفرنسية ووزيرها جون إيف لودريون عبر عن دعمه لتركيا ودعا إلى خفض حدة التوتر والخوف هنا من فرنسا وأوروبا من أن تكون لهذه الأزمة وهذا التصعيد تداعيات إنسانية وأن يرغم مئات الألاف من اللاجئين السوريين هل ما حدث اليوم من هذه الشائعة التي صرت بفتح الحدود وبالفعل قد توجه العديد من اللاجئين باتجاه الحدود هل هذا ما قد يدفع الموقف الأوروبي قدما إلى الأمام نعم التهديد سواء كان مباشر أو مبطن من طرف النظام التركي بفتح الحدود التركية اليونانية أو التركية الأوروبية وترك مئات الألاف من اللاجئين للدخول إلى الفضاء الأوروبي هذه ورقة لها تأثير قوي على مراكز القرار السياسي والديبلوماسي الأوروبي وإذا كان هناك تدخل وإذا كان هناك اهتمام بهذه الأزمة وهذا الصراع فخلفيته هو حماية التراب الأوروبي من المهاجرين واللاجئين والكارثة الإنسانية وحماية أيضا التراب الأوروبي من المجموعات الإرهابية ما أقسم ما يمكن أن يكون مؤدى الموقف الأوروبي يعني هل هو ضغط باتجاه فعلا للنيتو هل هي ستكون ضغوط سياسية أو أمور تتعلق بعقوبات أو محاولات أخرى اقتصادية للضغط على أحد الطرفين وكليهما نعم أنا بقضية النيتو سمعت كلام من ضيوفك منذ قليل وأنا لا أتفق ثماما مع ذلك لأن النيتو لن يتدخل في هذه الأزمة لأن إذا أردنا أن يتدخل النيتو فعلينا أن نفعل المادة رقم خمسة والمادة رقم خمسة تقول أن أحد أعضاء النيتو ومنهم وأذكر هنا تركيا تعرض إلى هجوم على ترابه بينما ما يقع حاليا وهو أن القوات التركية موجودة في التراب السوري ما وقع حاليا في اجتماع النيتو اليوم في بريكسل وهو تفعيل المادة أربعة المادة أربعة أي عضو في المنظومة الأطلسية يمكن أن يلجأ إلى هذه المادة وأن يطلب اجتماعا عاجلا إذا شعر بأن أمنه واستقراره السياسي وكل في خطر لذلك تركيا الآن تريد أن استدعت هذه المجموعة ولكن صراحة هي هذه النقطة لافتة أو أود العودة بها حتى لضيفي من الأردن لكن قبل ذلك مجلس الأمن إن أصدر موقفا لا يمكن أن يدفع بموقف النيتو وتجاوز هذه التفاصيل القانونية التي تحدثت عنها سيد الكريم أنا في اعتقادي لحد الساعة عندما ننظر إلى العقيدة الأمنية التي تمت مناقشتها مؤخرا في اجتماعات نيتو وآخرها كان في لندن بمناسبة الذكرى السبعين هناك دعوة لأن يتدخل الحلف في قضايا الشرق الأوسط في العراق وفي سوريا في محاربة الإرهاب لكن بالضبط في المواجهة مع روسيا على الحدود السورية التركية لا أعتقد بأن النيتو ويعرابه الأمريكي يمكن أن يعطي الضوء الأخضر لكي تكون هناك تدخل عسكري أو مواجهة عسكرية ربما قد تكون هناك ضغط سياسي على روسيا محاولة فتح حوار سياسي وإستراتيجي معها لكن لا أحد صراحة في الضرفية الحالية يتوقع أن يكون هناك جنود للأطلسي يتدخلون ميدانيا ويواجهون الجيش السوري أو القوات الروسية في المنطقة هذا بالنسبة لكل المتتبعين والمختصين في الشأن العسكري والإستراتيجي مستبعد تماما ما الذي قد يرفع روسيا للصياع إلى حوار سياسي مع أوروبا؟ يعني القمة الرباعية بوتين لم يرد عليها كان من المقرر أن تنعقد في الخامس من آذار ويبدو هو من عرقل انعقادها أو الحديث عن انعقادها نعم بالنسبة للقمة الأوروبية الرباعية هناك شيء بسيط يمكن القولة هو القمة الرباعية طلبها إردوغان لكي يخرج من هذه العزلة بينه وبين بوتين لكن وألمانيا وفرنسا كانت مستعدتان للمشاركة في هذه القمة لكن بوتين هو الذي رفضها بحكم وهذا ما قيل في وسائل الإعلام الروسية والأوروبية قال بوتين إذا كانت هناك قضايا ثنائية يجب حلها على المستوى الثنائي فلماذا نقحم دول الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة؟ لهذا سألتك ما الذي قد يدفع بوتين إلى التحاور أو روسيا إلى طاولة مفاوضات طالما أنها ترى الآن أن الأرض والقوة معها إن لم يكن هناك ورقة أوروبية قوية وضاغطة ما هي تلك الورقة التي يمكن استخدامها وبعجال حتى تجاوز هذه النقطة؟ أنا أعتقد أن في الوضع الحالي الشيء الذي يمكن أن يؤثر إجابا على فلاديمير بوتين وعلى استراتيجيته هو التلويح من طرف الفرنسيين ومن طرف الأوروبيين بفتح حوار استراتيجي قوي بين الاتحاد الأوروبي وفلاديمير بوتين ما قد يتعدى ذلك إلى ملفات أخرى ربما تهم روسيا بكل الأحوال ورقة اللاجئين بدأت تركيا اليوم بالضغط فيها ورما قد تؤدي إلى نتائج وقد توجه مئات اللاجئين من بينهم سوريون إلى الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا بعد سماح السلطات في أنقرة بعبورهم من نقاط حرس الحدود وذلك عقب مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف جو استهدفهم داخل سوريا نشاهد هذه المادة ونعود الحوار لم يدر ببال اللاجئين الحالمين بالوصول إلى أوروبا أنهم سيحزمون أمتعتهم على عجالة ويتجهون نحو حدود تركيا مع بلغاريا واليونان بعد سماح السلطات التركية للمئات منهم بالعبور العبر إلى أين لا يهم المهم أن تطأ أقدامهم أراضي القارة العجوز قرار أنقرة المفاجئ ورغم أنه لم يصدر من جهات رسمية فإنه آثار حفيظة دول الجوار التركي ما دعا أثنى وعلى لسان رئيس وزرائها للتصريح بحدية حول عدم سماحها بدخول أي لاجئين إلى البلاد كذلك نشرت بلغاريا قوات الجيش على الحدود بسلاحهم وعتادهم مشاهد وصفت بالمأساوية للاجئين يتزاحمون على ركوب الباصات التي وضعتها السلطات التركية لنقلهم إلى ولاية أدرنا تضاف لمشاهد أخرى تظهر وصول قوارب للجزر اليونانية في تكرار لصور تلاق لها الإعلام خلال عامي 2014 و2015 في قمة موجات الهجرة التي مهدت لاحقا لاتفاقات تركية أوروبية أوقفت هذه الموجات وحددت طبيعة العلاقة بين الطرفين في آذار 2016 وقعت أنقرى مع الاتحاد الأوروبي عدة اتفاقيات تتعلق بالهجرة غير الشرعية تحصل بمجيبها تركيا على ستة مليارات مقابل استيعاب اللاجئين السوريين على أراضيها ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتنظيم الهجرة الشرعية بالإضافة إلى دفع الدعم المالي ومنح تسهيلات للمواطنين للأتراك لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح عدة مرات أن أوروبا لم تلتزم بتعهداتها وهدد بإلغاء الاتفاق وفتح الحدود تبعات مقتل الجنود الأتراك بقصف جوي داخل سوريا يبدو أنها لن تتوقف عند هذا الحد وإذا ما كان مئات اللاجئين فقط سيتجهون للحدود خلال الساعات القادمة فإنهم قد يتحولون لآلاف ومئات الآلاف بعد أيام وتتحول ورقة اللاجئين من ورقة للضغط إلى مفتاح لحل أزمة ما يجري في إدلب وتتحول أقوال أوروبا ومن خلفها الناتو والولايات المتحدة إلى أفعال لإيقاف مجازر مستمرة بقرار روسي مدعوم بحق النقد دوما للمزيد من الضاء على ما يحدث بشأن اللاجئين ووقوفهم على الحدود مع بلغاريا تنظم إلينا مفتة تلفزيون سوريا من آدرنا سيمان عناعة إذن سيمان أنت على الحدود البلغارية ما أهم المشاهدات التي شاهدتها منذ أن كنت ظهرا في الفاتح في منطقة الفاتح تشهدين خروج هؤلاء اللاجئين إلى أن وصلت الآن إلى الحدود البلغارية أهلا بكي نور حقيقة كما ذكرت سابقا توجهت وفود غفيرة من المهاجرين وأغلبهم من السوريين نحو الحدود إلى إدرنا لقد كانت هناك أربع نقاط رئيسية في اسطنبول تقل المهاجرين في باصات مجانية يقال أن الحكومة التركية قد وفرتها للرغبين بتوجه إلى إدرنا وكانت ساعة الباصات تتجاوز الخمسين شخصا في الباص الواحد وتوجه معظمهم الآن إلى إدرنا في نحو الحدود مع اليونان والبرتغال وفي الواقع تم توزيعهم في نقاط مختلفة فهم لا يمكنهم العبور باتجاه الحدود اليونانية حيث أن السلطات لا تسمح لهم بذلك فتم توزيعهم بنقاط مختلفة فمنهم من عبر قوارب مطاطية وتجاوزها برا إلى اليونان ويقال أن هناك إلى الآن خمسين إلى ستين شخصا عبروا وستين آخرون بانتظار العبور نحو اليونان ما هو العدد الكل الموجود في أدرنا الآن لكن لا يعرف ما هو مصيرهم حسب تقديرك كما ذكرت لك نوريو ثلاث نقاط يتم إيصال المهاجرين إليها في كل نقطة لا يقل عن مائة وخمسين شخص عداء الذين تمكنوا من العبور إلى الطرف الآخر لكن مصيرهم غير معروف بالإضافة إلى ما لا يقل عن خمسمائة شخص موجودين الآن في منطقة الفاتح وغيرهم في منطقة إسان يورتو يعني عدد الواصلين إلى أدرنا يعني لم يتضح هل هم عشرات هل هم أكثر من ذلك مئات مثلا يعني أنا تحدث هنا عن حوالي ألف أو أكثر هم يتجاوزون المئات عمليا نور نعم هم يتجاوزون المئات كما قلت لك يوجد ثلاث نقاط رئيسية يتم إيصال المهاجرين إليها كل نقطة تحت ملايقا عن مائة وخمسين شخص هل هناك أي تواجد لقوات حكومة ياسمة في هذه النقاط في هذه المناطق حرس حدود أو شرطة أو غير ذلك نعم في الواقع في النقاط الثلاثة الموجودة على حدود معدنة وليست هي المعبر كما قلت لك هم لا يستطيعون العبور عبر المعبر فقط عبر طرق التهريب لكن لا تبدو محوصة حتى الآن عبر طرق التهريب ولكن تحت رقابة حكومية يمكن القول فقد كانت هناك قوات أمن أيضا تحرس المكان والإضافة إلى وجود أعداد من الجهات أو المنظمات الإنسانية مثل منظمة إيهاها والهلال الأحمر وهم الآن يقدمون الدعم للمهاجرين موجودين عند تلك النقاط لكن لا يجري لم يجرم أنا أحد من العبور لا لا لم يجرم أنا أحد على العكس تماما تم تسهيل كل ما يمكن حتى أن بعض الجهات هي غير معروفة من هي هذه الجهات قامت بتقديم قوارب مطاطية للمهاجرين الرغمين بالعبور عبر النهر فنحن الآن على مقربة من نهر ميريتش وهو النقطة المعروفة عبر سنوات لتهريب أو هروب المهاجرين برا أو عن طريق النهر باتجاه اليونان وأوروبا أشكرك سيما نعناع مفادة تلفزيون سوريا كنت معنا من قدر نواس سنبقى على تواصل معك في نشرة الحادية عشر ليلا من أجل المزيد من التفاصيل أعود إليك دكتور وأعود إلى المواقف الغربية والموقف الأمريكي والذي هو بطبيعة الحال يعني ما كسر العصر في أي تحرك للنيتو أو في أي موقف غربي يعني يمكن أن يعرقله ويمكن أن يدفعه إلى الأمار صحيح الموقف الأمريكي مهم لكن على ضوء الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيسين التركي والأمريكي وما سمعناه من البيت الأبيض يبدو أنه لا يوجد أي تفاهمات أو إعلان موقف حقيقي باتجاه دعم تركيا في موضوع سواء كان هذا الاعتداء الأخير أو التعامل مع الملف السوري ككون دعم في مواقف بشق إنساني ركزت عليها واشنطن الرئيس الأمريكي في مسألة مهمة أنه أنقرة لها الكثير من المطالب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الملف السوري وواشنطن متمسكة بمادة أساسية أن ترى بشكل محسوس ملموس تحول في الموقف التركي الابتعاد عن روسيا موسكو وهذه النقطة أنقرة لم تقدمها لا للغرب العواصم الأوروبية ولا لواشنطن لذلك الآن الموقف هذا الاتصال الهاتفي برأيي نحن لن نعول عليه كثيرا في تركيا الآن في نقطة مهمة أيضا في موضوع الباتريوت أنا لا أظن إطلاقا أنه موضوع الحصول التركي على الباتريوت يعني رغم أنه في طلب تركيا ليس بين الأولويات بالنسبة لها في علاقاتها مع الأطلسي الأطلسي الآن موجود في داخل التركي موجود في البحر يوفر الحماية والغطاء الضروري اللازم الجوي البر والبحري يعني في ثلاث نقاط الذي يشارك الآن في توفير هذه الحماية باسم الأطلسي إلى تركيا هي إسبانيا إيطاليا والدنمارك تحديدا المقصود هنا أنه التنصيق الأطلسي التركي لم ينقطع هو موجود وأنه هذه الحماية أجهزة الرادار الرصد المنصات الصاروخية موجودة الآن لكن تركيا برأيه النقطة الأهم التي تركز عليها هي دعم سياسي أوسع من قبل الأطلسي في هذه الأزمة لكن يعني هذا الدعم الأطلسي الذي تتحدث عنه يعني كان موجودا ورغم ذلك قتل الجنود الأتراك يعني لم يكن له أي دور على الأرض أو حتى تأثير سياسي يعني بأن الأطلسي موجود في هذه المنطقة لا الأطلسي لن يتحرك فربما تتراجع روسيا أو تخشى الأطلسي لن يتحرك يعني بسبب عمليات من هذا النوع شروط وأسباب تحرك حلف شمال الأطلسي معروفة كما قلنا حسب الميثاق الموقع بين الدول عام 1849 والتحاق تركيا 1952 تكون جزء من هذا الميثاق التركيز كان دائما قلنا على المادتين الرابعة والخامسة أنا لن أدخل كثيرا في تفاصيل المادة الخامسة لكن رأيي شخصي أنا كأستاذ قانون دولي أيضا أدرس هذه المادة منها 35 سنة حتى الآن أنه من الممكن للأطلسي والتركيا الالتفاف على نص وروح المادة الخامسة إذا كان في تفاهم بين الأطلسي وبين أنقرة حول هذه النقطة يعني التواجد التركي العسكري في إدلب في شمال سوريا إذا شاء الأطلسي وشاءت أنقرة بالإمكان تفسيره قانونيا على أنه جزء من عمليات تواجد بمشروع في إطار اتفاقيات أدنى اتفاقيات سوجي اتفاقيات الأستانة عمليات عسكرية تمت بالتنصيق مع روسيا ومع إيران وفي مادة 51 من شرعات من ميثاق الأمم المتحدة يعني فيه عنها أكثر من غطاء قانوني يؤتي لأطلسي رغم أنه حتى النتو كان له تصريح بأن تركيا يعني تقوم بعمليات عسكرية خارج أراضيها ودون طلب من الحكومة وهذا قد يعرق التدخل الناتو هذا الرأي هذا الرأي نعرف لكن هذا ليس الأطلسي الأطلسي الرأي الأساسي كان ما قاله الأمين العام للحلف اليوم وكان موقف إيجابي للغاية منتقد موجه محمد روسيا والنظام المسؤولية نعم يعني هذه النقطة دعني أنقلها لك لواء دويري يعني تحت أي بند قانوني يمكن أن يندرج أي تدخل للناتو يعني سيدتي عندما تدخل الناتو في ليبيا هل كان هناك سند قانوني عندما تم احتلال العراق عام 2003 هل كان هناك سند قانوني نحن نعيش في ظل قانون القوة وليس في ظل قوة القانون إذا أراد الناتو أن يرسل رسائل واضحة إلى موسكو بناء على تغير كما أشار الدكتور في الموقف التركي من التقارب مع روسيا يستطيع مجرد أرسال بطاريتي باتريوت لن تعمل ولن تسقط ولن تستخدم لكنها رسالة جادة من حلف الناتو بأننا دخلنا على حلبة الصراع وعلى روسيا أن تستلم الرسالة لكن هل الناتو يقدم على ذلك إقدام الناتو مرتهن بمكتسبات يجب أن يحققها وأهم هذه المكتسبات أن تعود تركيا عن التلويح بورقة فتح الحدود ضمن اتفاق 2016 وأن تلغي صفقة الـ S-400 إذا استطاعت مع ما يلحقها من خسائر وأن تتوقف عن الحديث عن شراء صفقة طائرات سوء بدل طائرات المئة الطائرة من F-35 إذن التدخل التدخل هو الموقف العام يعني إذا فحدث تقريبا عن طيب وصول كثيرة من علاقتها مع روسيا يا سيدتي هناك العلاقات في البعد الاقتصادي لن تدخل في هذا روسيا وتركيا تسعى إلى رفع التجارة البينية إلى 100 مليار أنبوب الغاز افتتح قبل أسابيع هذا تعاون اقتصادي هذا تعاون اقتصادي لكن الآن عندما تم تم عقد صفقة S-400 كلنا نتذكر كيف كان الموقف النتو والموقف الأمريكي ولكن تركيا أسرت لأنها اعتبرت أن هذا القرار هو قرار سيادي ولن تخضر وبالتالي كانت هي مقامرة لا أقول غير محسوبة لكن نتائجها الآن تركيا تجنيها علما أن تركيا كانت مضطرة من وجهة النظر الدفاع حماية الأمن الوطني لأنه أسقط لها طائرة سابقا وأرسلت بطاريات باتريوت سابقا وتم سعبها تركيا في موقف لا تحسد عليه هناك نقطة أخرى لواء دويري لا زالت هيئة تحرير الشام موجودة في هذه المنطقة التي يطلب أن يكون فيها غطاء جوي ألن يعقل هذا أي تدخل للنيتو يعني هم يصنفون الهيئة على أنها إرهابية ويعني كان هناك كما بدى هروب إلى الأمام قام به محمد الجولاني خلال الفترة الماضية من خلال اللقاء الذي قام به هل هذا تحضير لإمكانيات تغيير شيء ما على الأرض متعلق بالفعل بأي شرط يعني للنيتو لكي يتدخل في هذه المنطقة يعني رشحت بعض الأخبار لم نتحقق من موثوقيتها وصدقيتها أن هناك تفكير أمريكي جاد بإعادة تصديف هيئة تحرير الشام والآن الخلاف ما بين أبو اليقظان والجولاني ويوم أمس تحديدا أو ما يسمى الجناح الراديكالي والجناح المعتدل حيث الجولاني على سيئاته يعتبر جناح معتدل وأبو اليقظاني المصري يعتبر متشدد وإذن يعني هناك رشحت اليوم اليوم رشحت بعض الأخبار أن هناك دراسة أمريكية لإعادة تصنيف هيئة تحرير الشام علما هذا الأمر تم نقاشه وتحدثت به شخصيا مع جهات معينة وقلنا لهم ليس حبا في جبهة النصرة ولكن جبهة النصرة تختلف عن تنظيم القاعدة هذا في عام 2012 ولكن تم تصنيف فكارهابية وممارسات تساعدت على ذلك التصنيف الآن الحديث الروسي عن هيئة تحرير الشام والحزب الحزب الإسلامي التركستاني إلى غير ذلك هذا مسمار جوحة هذا مسمار جوحة والشماعة التي تعلق عليها روسيا كل تجاوزات بأنها تحارب الإرهاب وروسيا هي من تمارس الإرهاب نعم سيد مصطفى ما المتوقع قبل انتهاء المهلة في الساعات الأخيرة يعني ما الذي سيتغلب هل يمكن أن يذهب الطرفان بالفعل إلى محاولات لتفاهم وفق الشروط المستجدة لتركيا التي تحدث عنها دكتور صالح نعم أنا أعتقد بأن في الساعات المقبلة سيكون الحوار إذا أرادت المجموعة الدولية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خفض حدة التوتر أن توجه رسائل ديبلوماسية وسياسية قوية إلى موسكو لأن الكل يعرف بأن الجيش النظامي السوري هو يأتمر باستراتيجية موسكو العسكرية إذن الرسائل ستتوجه بالدرجة الأولى إلى موسكو أنا فقط أريد أن أذكر بأن سمعت حديثا مهما لضيوفك لكن أريد أن أذكر فقط بما هي الأسباب التي دفعت بإردوغان للارتماء في أحضان بوتين وروسيا هناك ثلاثة أسباب أو أربعة الأول وهو خيبة أمل بوتين من أن باراكوباما لم يعطيه أو لم يريد أن يقبل ويوافق بيعه الباتريوت السبب الثاني وهو أوروبي خيبة أمل أردوغان من أن مسلسل تفاوضي للانضمام إلى الانتحاد أوروبي وئد في مكانه والعنصر المهم وهو أنه عندما وقع الانقلاب العسكري في تركيا كان هناك تفاهم ضمنه لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كل هذه الأسباب جعلت أردوغان يتوجه إلى موسكو ويوقع مها هذا التحالف الاستراتيجي الذي يصعب الآن تفكيكه ضيفك قال أن شرط دخول الأطلسي في هذه الأزمة وهو أن يتخلى أردوغان عن تحالفه مع روسيا وهذا شيء في الضرفية الحالية مستحيل لا ننسى بأن الإدارة الأمريكية والدولة العميقة الأمريكية حاولت مرارا أن تقنع أردوغان بعدم يعني ترى أن الخيارات محصورة بتفاهم ثنائي بين تركيا وروسيا لا يمكن أن يكون هناك خيارات ثالثة نعم وأريد فقط أن أشير إلى هذه النقطة مهمة لإطراء النقاش وهو أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ومن وجهتنا حتى نظر الدولة العميقة الأمريكية ينظر إلى أردوغان وإلى تركيا حاليا بأنها نوع من روغ نيشن يعني الدولة المارقة حتى أن بعض الأوساط في أوروبا تسميها أو تنعتها بالعدو الداخلي لأن كل خياراتها كانت مع روسيا كانت لتقوية حضور روسيا كانت لتشجيع روسيا لكنها ليست مواقف رسمية سيد مصطفى ربما عديت حدث بها بعض التيارات السياسية في أوروبا يعني بعض الأوساط الأمنية التي هي تنعش وتساهم في القرار السياسي وصلت هذه الفترة بكل حال نعم قبل الختام أعود إليك عبد الكريم عمر كيف ينظر الناس بالداخل اليوم لسيما النازحون والذين قد تركوا بيوتهم مؤخرا إلى ما يجري لسيما بعد أن بدأ الحديث عن اللاجئين واللجوء يتصاعد يعني كيف يرون وضعهم الآن هل هم يتوقعون فتحا للحدود هل هم يتوقعون أي إجراء يأخذ تجاههم طبعا هم يعني الناس بالداخل فعليا تطالب بفتح الحدود قبل حوالي ثلاثة أسابيع كان هناك دعوة من نشطاء في إدلب إلى مظاهرة سمية من إدلب إلى برلين تجمع عند الحدود السورية التركية وطالبوا تركيا فعليا بفتح الحدود من أجل العبور إلى أبروبا وهي يرونها فعليا وسيلة الضغط فعليا على الأوروبيين قد يعني يحرك على الأقل ما يمكن من أجل إيقاف هذه المزبحة والمزرة في إدلب طبعا الناس كما ذكرت منذ بداية الحديث أنها تتابع منذ ليلة الأمس يعني التصريحات واللقاءات والاجتماعات بخصوص ما يزري في إدلب فعليا لو هناك إرادة دولية للحل كان يمكن على الأقل عن طريق مجلس الأمن الأمم المتحدة تحت البند السابع إيقاف هذه المزبحة كما ذكر اللواء الدويري منذ قليل الأمر لا يحتاج إلى قوانين هذه القوانين وهذه التشعب الكثيرة فقط قرار واحد يمكن أن تقف هذه المزبحة عندما دخلوا في ليبيا لم يدخلوا تحت لا القانون المادي الخامس ولا القانون المادي العاشرة لذلك الناس تتطلع فعليا إلى وقف هذه المزبحة إلى تدخل لحسن تركي للموضوع في إدلب يعني استمرار عمليات النزوح استمرار عمليات القصف قصف مدينة إدلب بشكل يومي إدلب فيها مدينة إدلب فيها حوالي 900 ألف نسمي يعني هذا أيضا سيواجه بمشكلة نزوح جديدة وكله باتجاه الحدود السورية التركية والحدود المغلقة معروفة لذلك فعليا تركيا إذا كانت تريد الضغط على الأوروبيين عليها أن تفتح الحدود ستجد أن هناك أكثر من مليونين سوري سيتوجههم من إدلب إلى أوروبا أشكرك شكرا جزيلا عبد الكريم عمار الناشط السياسي من ريف إدلب ونتمنى لكم ولجميع أهلنا في الداخل السلامة شكر أيضا موصول لضيوفي في السودية وستاذ في العلاقات الدولية دكتور سامير صالحة وعبر الأقمار الصناعية من عمان المحلل والخبير العسكري اللواء فايزدوير ومن فاريس مصطفى توصى الأعلامي والمحلل السياسي مشاهدين أيضا الشكر موصول لكم على طيبة المتابعة مزيد من معلومات والأخبار على موقعنا سريادو تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة